أهلا بكم مشاهدين مجددا عندي فقرة لطيفة جدا رمضان هو أكتر شهر محبب لنا كلنا في السنة مرتبط بذكريات حلوة نستالجيا وحاجات كده كلنا بنفتكرة ونقول يا إيه الجمالة إيه الأيام الحلوة دي بنتكلم على الفوانيس وأغاني رمضان طبعا كلكوا حافظين الأغاني بقى طبعا بلا استثناء وبنتكلم على اليميش بنتكلم على الفانوس بنتكلم على الإزاعة بنتكلم على صوت الأدام بنتكلم على قراءة القرآن حاجات كتير جدا مشكلة ثقافتنا خاصة في الشهر الكريم فقرتنا النهاردة هنحكي فيها ونسترجع معاكم شوية قصص كده عن رمضان زمان واستهلاك الأكل وهل دي حاجة جديدة علينا ولا دي من زمان هنشوف كمان أسماء البلح كل سنة بتلاقي البلح كده ليه أسماء مختلفة حسب الترند اللي بيكون طالع النهاردة مشرفني الكتب الصحفي لأستوز محمد توفيق هنتكلم في كل هذه القصص مع النهاردة إن شاء الله زيك يا أستوز محمد؟ يا صباح الفل صباح الفل طيب الله يخلي موضوع حلوى النهاردة أنت مجهز لنا فيه حاجات كتير صحيح هنبدأ بيه؟ إحنا هنبتدي إن إزاي الناس كانت بتعرف إن رمضان بكرة يعني الرؤية إحنا قعدنا سنين كتير أغلب تاريخنا بمناسبة إحنا ما كناش نعرف رمضان بكرة بسهولة بمعنى إن انت كنت تبتيجي لحد مظاهرة الإزاعة 2025 وما كنتش منتشرة في البداية ما كنتش بتقدر تعرف رمضان بكرة إلا من المسحرات اللي بيعدي في الشارع وبالتالي فأنت فكرة المسحرات يعرف من إيه؟ المسحرات بيجي قولي الأمر في الوقت ده وضر الإفتة بتقول بتعلن ده لبعض الناس اللي بتمشي في الشارع ما هي دي جات المسحراتي من الفكرة دي إنك عايز حد يقول للناس رمضان بكرة هو ده كان الإعلام بتاع زماني؟ ده كان الإعلام اللي بيعرف النسب المعلومة يعني دلوقتي على سبيل الرفاهية أو ينتق أسامي الأولاد في ينبسطه لأ زمان كان دي الوسيلة الوحيدة اللي بتعرف بيها أن رمضان بكرة لأن حتى كانت الجرائد وهي موجودة كانت تلاقي مثلا الجرائد الأهرام مثلا على اعتبار النوم من القرن 19 موجود فتلاقي المكتوب اليوم يبدأ رمضان فخلاص انت ما رمضان مدى فانت يا صمت يا ما صمتش فكانت الفكرة إن الجرنال مش هينفع معك في المسألة دي كانت الراجل اللي بيعدي في الشارع يخبط على الطابلة يقول للناس اصحوا رمضان بكرة خلي بالكم رمضان بكرة ده كان بعد ما بيعرف من الافتة بيعدي على البيوت بتبقى معروف يعني امتى هستطلعوا الرؤية وبالتالي الناس بتستنى بس الخبر بيجي لهم منه إن كل واحد في شارعه بيعدي حد بيقوله إنه خلي بالك إلحق صوم عشان بكر رمضان نحن عايشين في رفاهية كبيرة جدا والمسألة اتطورت لما بتاعت الإزاعة في العشرنات بقى بتاعت ناس ناس يعني الأغنى شوية يقدروا يعرفوا بدري بيعرفهم الإزاعة مش محتاجين الراجل اللي بيعدي في شارعه لكن فضلنا لحد الأربعينات ما كانش الإزاعة منتشرة بالكسافة اللي يضغطي كل الناس ثم في الخمسينات والستينات بقت الإزاعة رقم واحد حتى لما ظهر التلفزيون دخل بقى بس عايز أقول لك الحاجة التلفزيون لما دخل سنة ستين ما كانش الناس بتعرف منه الحاجات لأنه كان نسبة الناس اللي عندها التلفزيون في مصر واحد في المية بس من المصريين يا